البيوت ما ينفعش تتساب من غير تفقد وعشان كده احنا بنتفقد بيوتنا عشان كمان نتقدم ونزود التوافق عشان نوصل الى الرضا الزواجي ومنه الى السعادة الزواجية فعشان كده من وقت للتاني لازم ندرس ونفحص وندرس بيعناية جدا 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 الاحوال اللي بتمر بيها البيت اخر حالة مرت علي خلتني اقول لا انا لازم نعرض الحالة دي بشكل واضح علينا احنا اتكلمنا في الاسبوع اللي فات عن ظاهرة رصدناها في الفترة دي عند بعض الزوجات وهي اختزال دور الزوج في انه يكون قبل زوجته والعكس صحيح النهاردة بقى هنتكلم عن مشكلة موجودة في بيوت كتيرة واول ما هقولها هتلاقي كتير الستات هيقولوا كده اه والله عارف انت اه والله ديت لما حد يقول كلام عن ناس بنشوفها بنسبة كبيرة جدا جدا عند الازواج وهو ان الشريك الحياة يكون صاحب شخصية درامية يعني ايه شخصية درامية يعني شخصية مهولتية بتميل الى التهويل والمبالغة وممكن توصل للكتب كمان ومن كتر ما بيمارس الكتب مع اللي حواليه ما بقاش حد بيصدقه وبيحتاجوا يبحثوا وراء كتير عشان يعرفوا هو اذا كان صادق ولا كان كداب ويعرفوا فين الحقيقة وبيمارس الصفات دي عشان بيحاول يظهر بصورة الزوج البطل اللي بيعرف كل حاجة واللي بيعرف التايها واللي بيعرف اللي ما يعرفوش حد وبالتالي يكسب دعم وتعاطف الزوجة وانبهارها وانبهار مش بس انبهارها وانبهار كل اللي حواليه وممكن تكون الشخصية الدرامية دي كمان الزوجة يعني ممكن تكون الزوجة الشخصية هي الشخصية الدرامية بالذات ان هي اكثر عاطفية ومحتاجة للاهتمام ومساعات كتيرة اللي بيعيش الشخصية الدرامية دي بيظن ان الطريقة دي بتخلي الناس تهتم بيه زي مثلا الشخص اللي هو بيحس لما حد يدوس على رجله يسرخ ليه طيب عشان الناس تيجي تطبطب عليه لانه هو اصلا ساعة تمدس على رجله هو كان محتاج ان حد يطبطب عليه فيسرخ فيمثل انه هو متقلم عارفين انتو الشخصيات اللي بتمثل انها متقلمة وبتمثل انها موجوعة وبتمثل انها في وضع صعب جدا جدا ومش قادر يتحمل لكن الاسوأ ان الزوج يكون هو صاحب الشخصية الدرامية بقى في حديث سيدنا عبدالله بن سعود يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحهم وقال لهم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وما زال الرجل يصدق حتى ويتحرى الصدق حتى يكتبع ان الله صديق وياكم والكذب فانه يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتبع ان الله كذب انا عايز اقول ايه هنا ان حضرت النبي لما علمنا ان الصدق يهدي الى البر وده في كل العلاقات يعني ده مش بس في الكلام ده في الافعال في الحركات في الافكار في التعامل مع الناس فمفتاح سلامة العلاقات والصدق ولزيك الصدق دي قيمة من القيم المتفق عليها كل البشر فالصدق مش معناه عدم افشاء الاسرار ولا الكذب معناه اباحة الخصوصية لكن تكون عشان تكون صادق تكون مؤمن لشريك حياتك في كل ما يخص علاقته فتبتعد عن الكذب والتهويل عارف ليه لان الكذب والتهويل الكذب بيفقده الامان والتهويل بيخليه حس بالتهديد والمبلغة بتخليه مش قادر يعرف فين الحقيقة في كلامك وبالتالي يفضل يشك طول الوقت ويحس بانه هو مش ممكن يكون في امان معاك ده اللي بتحسه الستات كتيرة مع الرجال وفي رجالة بتحس ده مع الستات بس الستات طول الوقت تقوله أنا مش حاسة بأمان طبعاً يجي الراجل يقوله أنا ما عملتش حاجة لقد ضربتها ولا أزيتها ولا عمل حتى حاجة بس هي بتقولي أنا ده ملوش مسكة أنا مش عارفة له حاجة مش قادرة ده مش المحل اللي هي بتقوله مش قادرة فهمه هي بتقول مش قادرة أثق فيه في بعض السمات اللي بتكون كمان موجودة عند الشخصيات الدرامية أو اللي بتخليه يبقى شخص مهولاتي ومبالغ أو حتى كداب أول السمات دي أنه هو متمحور حول ذاته يعني متمحور حول ذاته مش شايف الدنيا غير بعينه فهو مش بيكون شايف حد غير نفسه وعايز الكل يهتم بيه ويمدح فيه ويحسسوه أنه هو البطل خارق حتى على فكرة هم ما عملش حاجة وعشان يوصل الناس لده بيلجأ لأنه يهول كل شيء حتى الأمور البسيطة فيقول مثلا النهاردة في الشغل كانت هتحصل مصيبة لولا أني أخدت بالي وحلتها بس تعبت قوي 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 تعبت قوي قوي في الشغل ده وإيه اللي حاصل؟ والشغل ده يخرب من غيري طبعا كلنا بقى متوقعين أنه هو عمل إيه؟ دفع دين الشغل دوت اللي كان عيفلس مثلا متوقع أنه ده هو عمل حاجة شديدة لإنبهار فإيه اللي حاصل؟ يفاجئنا بأنه هو طفى الكهرباء اللي كانت زيادة بس